اهلا بكم مشاهدنا ومشاهدنا الكرام في مصر الليلة ومازلنا في اطار التعليق على الفيلم عن اسرائيل ورؤيتها وتعاملها مع الربيع المصري بعيون اسرائيلية ورحب مرة اخرى بضيفة فيها للسوديو دكتور عسام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية اهلا بكم مرة ثانية كنا يعني دولنا بعض الملاحظات السريعة عموما على الفيلم لكن نود ان نسير مع الفيلم شيئا فشيئا اول شيء في الفيلم يلفت الانتباه ان اسرائيل بمخابراتها بموسادها فوجئت بما حدث في مصر في الديئة 6 لم نتنبأ بالربيع العربي والمسؤولين بالمخابرات الاسرائيلية كانوا يستبعدون تكرار سيناريو تونس في مصر اي ان مصر مش تونس كان بيقولها ناس كتير منهم اسد السياسة في مصر زي الدكتور عمر حمزاوي وكمان كانت دي خلاصة ما وصلت اليه المخابرات الاسرائيلية وصانع القرار الاسرائي هو ابتداءا هو معظم مراكز البحثية في العالم دونست اسناء يمكن ان تتوقع ثورة في مصر ولكن ليس بحجم ما تمت به ثورة 25 نانية لان هناك كاتب بريطاني اصدر كتاب الصورة في ارض الفرعينة او انفجار الصورة في ارض الفرعينة صدر تقريبا 2007 وتم الترويج له عدة سنوات في 2010 وغيره الولايات المتحدة الامريكية منذ سنة 2002 وهي تدعم منظمات المجتمع المدني وتدعم الحراك الشعبي وتدعم شبكات التواصل الابتماعي في المنطقة العربية في اطار استراتيجية كبرى اطلقت عليها استراتيجية الفوضى الخلاق التي من شأنها اعادة خلخلت بنية وتكوينات النظم السياسية في المنطقة العربية بما يصب في النهاية في صالح اعادة بنائها وتشكيلها في قوصة ديمقراطية وفقا لهذا الفيلم الخبراء الاسرائيلين يرقلون ان مصر بها رئيس صلب بها نظام قومي قوي بها امن قوي هذه السلسية من وجهة نظرهم الشخصية ليس تعتبر سلاسة ركائز اساسية تعتبر ضمانات من الصعب معها ان لم يكن من المستحيل ان تشهد مصر صورة بهذا الحجم وبالتالي عدم القدرة على التنبؤ هو نفس الكارثة التي تعرض لها عدد كبير من علماء السياسة هناك 1990 عندما انهارت امبراطورية سوفيتية واعلان تفكيك الاتحادة السوفيتية لخمساشة الجمهورية نفس الامر بمعنى عندما في علم السياسة عندما من اهم مقومات البناء النظري او الفكر الاي نظرية او قدرة النظرية على التقييم هو قدراتها على التنبؤ بالاحداث وبالتالي كانت صدمة عدد كبير من العلماء والمفكرين لانهم لا يملك لم يستطيعوا القدرة على التنبؤ بمصارات الاحداث في مصر وقدرة الشباب على الحجد الامر الاخر المهم ان معظم من خرج في 25 يناير لم تكن من ضمن مطالبهم الرئيسية اسقاط نظام كان الهدف الرئيس هو مزيد من الحريات مزيد من الحقوق التخلص من القبض تخفيف القبضة الامنية التخلص من وزير الداخلي وبالتالي ولكن مع استمرار الحشود مع تضخم الحشود مع مزيد من القدرة على الحجد والتعبئة مع في المقابل مع سلبيات كبيرة مارسها النظام السياسي خلال الفترة من 25 يناير ثم 28 يناير ثم 2 فبراير مع احداث موقعات الجمل كل هذه المقابلات ادت الى مزيد من القدرة وبالتالي قدرتهم على التنبؤ لا يلام عليها لانه لم تكن حتى اجزة المخابرات المصرية لم تكنبأ لا والاهم المخابرات الامريكية التي تعتبر اللاعب الرئيس في كل الدول العربية وفي كل دول المنطقة نظرتهم ليه؟ طبعا احنا تحدثنا عن مسألة الشيطان اللازل نعرفه افضل من الملاك اللازل لا نعرفه وهم يعرفون السيسي جيدا قالوا ان السيسي معروف جيدا لاسرائيل لانه يتعامل مع اسرائيل منذ توليه منصب وقبل ذلك منصب مدينة الخبرات الحربية وقبل توليه عندما كان طالبا في الوقت المتحدة الامريكية وعندما درس في الوقت المتحدة الامريكية وجلس بعدة وقضى بعدة سنوات كان التنصيق السياسي والفكري أيضا قائم بينه وبين الاسرائيليين والامريكيين بترجمة لكن تنطاوي بالنسبة لهم كان شخصا غامضا لا اعتقد ان تنطاوي بالنسبة لهم كان شخصا غامضا لان هذا الرجل تولى وزارة الدفاع في مصر الأكثر من عشرين عاما وبالتالي احتكوا به كثيرا ويتنطاوي والمؤسسة العسكرية تهيمن بشكل مطلق غير قابل للجلل أو النقاش لأنه لا يفصح عن أي شيء لا فيما يتعلق باعتباري أن هذا الرجل تولى مهام الإدارة أمور المرحلة الانتقالية وبالتالي توجهاته لم تكن معلومة ان توجهات سياسية هم جربوه فيه ويا مبارك ما كانش واضح توجهاته لا هناك فرق بين مبارك وبين تنطاوي باعتبار أن تنطاوي بالدرجة الأولى طبيعة عمله عسكرية أما مبارك أصبح يمارس عملا سياسيا منذ عام منذ اختياره نائبا للرئيس السادات قبل توليه الرئاسة بعدة سنوات ولكن الإشكالية هنا فكرة الربط بينهم وبين تنطاوي تنطاوي إلى حد ما يميل إلى الهجوء والتحفظ في بعض السياسات وبالتالي فكرة الغموض كما قال المقولة المشهورة عدو أو شيطان أريد أن نحضر نص التصريح الشيطان الذي نعرفه أفضل من الملاك الذي لا نعرفه وبالتالي فكرة الملاك الذي فنحن نعرف مبارك ونعرف بشار والقزافي نعم نعم هذا نص ومن يضمن أن من يأتي بعد هؤلاء سيكون أفضل وبالتالي فكرة الشيطان الذي نعرفه أيضا يمكن أن بامتداد المرحلة يمكن أن تنطبق على الشيطان الذي يعرفونه الآن والشيطان الذي يحكم مصر الآن في إطار سلسلة الشيطان الذين يتعاملون معهم منذ 81 وحتى الآن وهو بالنسبة لهم شياطين لأنهم في الآخر مسلمين لا مش شياطين لأنهم مسلمين هم شياطين لأنهم لأنه يسمح بوبود إسرائيل لأنهم بالدرجة بوبود إسرائيل ضد الإسلام يعني ده الإسرائيل اللي قالوا كده لا هي الفكرة فين يا أستاذ زين الفكرة أنهم بالنسبة لهم شياطين لأنهم بالأساس قادة عسكريين بالأساس قادة في دول تعتبر من وجهة النظر الإسرائيلي أعداء دولة عدو ولكن اعتقد ان الامر مع السيسي اصبح يختلف بدرجة كلية سواء عن بشار الاسد او عن القذافي او حتى عن مبارك لان السيسي قدم في اقل من الام هو السيسي الوحيد اللي مقالوش عليه شيطان لانه السيسي قال انه هو وطني وشريف وضابط ديمقراطي هقولك ليه لان هذه الصفات كانت تستند بالاساس الى عدد من الاعتبارات التي او الممارسات على الارض التي قام بها السيسي اهم الممارسات على الارض خليني امشي معك واحدة واحدة العمل الاول هو استمرار التمسيق الامني والعسكري منذ قبل الانقلاب العسكري وحتى الان بين الجيش المصري والجيش الاسرائيلي هذا ابتداء في شبه جزيرة سيناء اتنين قيام السيسي بعد الانقلاب العسكري باعتبار حماس جماعة ارهابية وهو ما يصب بالدرجة الاولى في صالح اسرائيل ثالثا اعتبار حماس وهذا خطر كبير جدا واكبر تحدي اعتقد انه يمكن راجع مصر اعتبار حماس العدو الاستراتيجي للمصر وبالتالي اعادت النظر في العقيدة الكتالية للجيش المصري بعد ان اصبحت اسرائيل لا تمثل خطرا وفي المقابل يتم اعتبار حماس واهلها ورموزها هي العدو الاستراتيجي للمصر والفيلم الحقيقة كمان وضح شيء في وجهة نظر احنا بس عايزين نقول كمان ان هذه وجهة نظر مجموعة من الخبراء الاسرائيليين كان منهم مسؤولين سابقين منهم السفير المصر الاسرائيلي السابق في مصر لكن في النهاية دي ليست وجهة نظر الحكومة الاسرائيلية بشكل رسمي ولكن هي تعبر بشكل او باخر عن كيف يفكر المفكرون الاسرائيليون وصنعوا القرار الاسرائيليون فيما حدث في مصر لكن ارحب ايضا بضيفي عبر الاقمار الاصطناعية من النصر الفلسطينية الكاتب الصحفي والعواد المحلل السياسي المختص فيها الشؤون الاسرائيلية والحقيقة انا عايز اتطرق مع حضرتك لنقطة الفرق بين نظرة اسرائيل ونظرة الولايات المتحدة للربع العربي ولمكونه الاسلامي للاخوان المسلمين في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي سوريا من الواضح انه وجهة النظر الامريكية انه الاسلاميين هم المستقبل في المنطقة رغم كل شيء لكن وجهة نظر اسرائيل احنا مش عايزين المستقبل ده يجي تاني خالص مش عايزينه يجي هو ممكن يكون جاي بس احنا هنأخره زي ما هنأخر البرنامج النووي الايراني يعني واضح انه اسرائيل دائما قلقة من المشروع الاسلامي لان اذبيات المسلمين هي نحو خلافة راشدة ونحو حكم الله في الارض وما الى ذلك على الاكل على المستوى التنظيري لذلك اسرائيل مكلق لها كل هذا الكلام يعني عندما تسمع كلام الاخوان المسلمين وكلام الدكتور محمد مرسي قبل ان يكون رئيسا لمصر كان مكلقا وكان يهدد مثلا في مقاطعة اسرائيل زوال اسرائيل مرة اخرجوا له تصريحا بان اليهود مسخهم اللاقردة وخنازير وما الى ذلك هذه المواضيع عمموها وتظروها امرا خطرا وبالتالي نقلق لها ان يأتي شخص جديد مبارك كما تفضلتم يعرفونه تأكدوا من جربوه هو لبرالي يعني لذلك كل الوقت كانوا خائفين من وجود مرسي ولكن مع ذلك هم لم يخرجوا موقف رسمي كل الوقت من الثورة المصرية يعني كل المواقف التي كانت هي رمادية بين بين لذلك حتى عندما اعتلى الدكتور محمد مرسي سدة الحكم في مصر باركوا له بيرس بعت له برسالة رئيس الاسرائيلي بعت له برسالة فيش موقف رسمي كل وقت الموقف هناك رمادي طيب فيما يتعلق بنظرة اسرائيل ونظرة الولايات المتحدة للربيع العربي من الواضح حتى هو هنا في الفيلم في الديئة 15 و40 سنة بيقول احد المتحدثين لم ترق لنا السياسة الامريكية في المنطقة ولم نفهم لماذا لم يلقي اوباما بالا بسقوط مبارك وانه في الديئة 12 او في الديئة 15 وفقا للمصريين كان هناك مخطط امريكي للايتيان بالاخوان المسلمين لسدة الحكم في الشرق الاوسط في مصر وتونس وليبيا وسوريا لانهم المنظمون وساهموا في الثورات ولدى امريكا استعداد للتعايش معهم لماذا لدى امريكا استعداد للتعايش مع الاسلاميين بحسب هذا الفيلم وليس لدى الاسرائيليين هذا الاستعداد اسرائيل لم تكن يوم ما كانت راضية على الموقف الامريكي هناك كتاب يمين اسرائيلي قالوا بانهم يريدون من امريكا ان تنصاع وان تتشاور مع اسرائيل وان تنصاع لاملاءاتها وان تنصاع مواقفها لان اسرائيل هي التي في الشرق الاوسط وليس امريكا هي التي في الشرق الاوسط وهذا الموضوع يعني سؤال للنقاش هل حقا امريكا قررت ان تأتي بالاخوان المسلمين الى الحكم هذا كلام بزعى الاخوان مثلا بزعى للشعوب العربية الشعوب العربية بتقول انه نحن من اتى في حكم الاخوان الاخوان المسلمين بقوله الشعب اختارنا وترفض هذه الوصايا الامريكية انه احجار شطرانج تيجى امريكا بتحطه بتقيم هذا الموضوع كلها ترى السؤال مضبوط بالفيلم عرضوه كأنه امر واقع ولكن برأيه هذا النقاش فيش حاجة نسلم فيه بهذه السرعة حتى لو اسرائيل ظنها ذا دون تسليم لكن هو الفيلم بيقول انه مش بيقول ان امريكا جاءت بالاخوان انما يقول ان امريكا كانت مستعدة للتعايش مع وجود الاخوان في السلطة يعني نعم هناك كان فيه تلميح واضح بالفيلم بانه وكأنه امريكا كانت تعرف بانهم قادمون وافقت على ذلك وكانت تعرف انه سقوط مبارك سياتي بالاخوان ولم تسند مبارك يعني اسرائيل بالنسبة لها مضبوط الاخوان مصدر ازعاج ولكنها ليست كامريكا مثلا امريكا اذا اردت ان تحتال شعب او تهيمن عليه او اردت ان تقول موقفها في قضية معينة تأتي بشعارات عسل تأتي بشعارات وردية الحرية الديمقراطية المرأة حقوق طفل وما الى ذلك اسرائيل في قضية مصرية وفي كل القضايا العربية هي واضحة يعني يمكن اكثر من اللازم واضحة تقول جملة بسيطة اهم شيء هو امن القومي اهم شيء ماذا مع الحدود وفي الحالة المصرية اهم شيء ماذا مع معهد السلام عند مرات اسرائيل انها ان الرئيس السابق محمد مرسي وافك على او تعهد باستنبار معهد السلام هي ايضا تعاملت معه طبعا ليس لديها مبرر لان هو الرئيس وهذا الموجود ومجبورة ان تتعامل معه ولكن ايضا ابدت ودية وابدت تنسيق كل الوقت مع الجيش المصري لانها تريد امنها القومي ولا تدخل في شعارات اخرى ولا تدخل في تفاصيل اخرى ومرة اخرى اقول بانها لا ترتاح لوجود اسلاميين بدون شك لان ادبيات النظام مبارك لا يقول بانه يريد مثلا تدمير اسرائيل او انهاء العلاقات مع اسرائيل وايضا لا يطبق الاخوان المسلمين قالوا ذلك قبل الوصول الى السلطة ولكن عندما وصلوا لم يطبقوا المنهج العداء المطلق لاسرائيل كان هناك تنسيق ولم تخرج من الرئاسة المصرية على زمان الدكتور محمد مرسي تعليمات للجيش مثلا ان لا يتعاونوا مع اسرائيل او يخففوا التعاون مع اسرائيل او بالعكس ده الفيلم بيقول ان مرسي ترك العلاقات المصرية الاسرائيلية تركها للجيش المصري يعني ترك للجيش المصري ادارة ملف العلاقات المصرية الاسرائيل ده اللي بيقولوا القبراء الخمسة في هذا الفيلم تماما هو اطام الحرية في ذلك وبالتالي هو يؤكد على السياسة السابقة طيب ارجو ان تبقى معي استاذ واي العواد نشوف ايضا مشاهدين عبر ما قد توصل اجتماعية تعليقاتهم على ما شاهدوه من الفيلم وما تابعوه من النقاش حتى الان مع الزميل عمر حسن اسمح نبدأ زين مع اول تدوينة تابعة الفيلم احرار في زمن عبيد هذا هو الحساب على تويتر يقول فيلم الربيع العربي الربيع المصري بعيون اسرائيلية لعرضته قناة الجزيرة بيأكد ان قادة الجيش في احضان اسرائيل مزيد من تعليقات على صفحاتنا الرحمن ودود هذا الحساب على فيسبوك يقول اسرائيل خيفة من ثورات الربيع العربي لانها عرفة لو الدول العربية اتوحدت هتكون قادرة على تحرير القدس وفك الحصار عن غزة وبإذن الله هذا ما سيحدث نيرمين عماد تقول اكيد ثورة 25 يناير كانت نكسة لاسرائيل اما من يزعم بثورة 30 يونيو كانت يوم عيد لاسرائيل مفكر وفيلموف يقول محصول الربيع العربي اكلته اسرائيل اما ابو سقرف يقول من وجهة نظر مقابلة كلام فاضي وخداع اسرائيل مزدهرة قبل الربيع العربي والدول العربية هذا هو حالها منذ عقود ننتقل الى تويتر حيث مزيد من نجوم على الربيع العربي بعد هذا الفيلم يقول ليلان اوليان بكر الربيع العربي عبارة عن استراتيجية ممنهجة للقضاء على العرب وبالذات الدول التي تهدد امن اسرائيل على المدى البعيد لقد وقعنا بالفخ ايها العرب ايضا مزيد من نجوم على الربيع العربي حسن ابو الجعفر يقول عدد القتلى والانتحاريين الذين قتلوا او فجروا انفسهم في الربيع العربي لو حرب اسرائيل لا تحررت القدس ولا اصاب العرب فخرا بدل ذل الربيع الغبي هكذا يصفه اما ايمان عبد المنعم تقول المال العربي سخر لدعم الثورة المضادة ومناهضة الربيع العربي واستفاد منه المعاتيه والسبب جية على حد تعبيرها ولو انفق هذا المال لدى اسرائيل لمحيت من وجهة نظر ايضا مقابلة الفريق سامي حسن يقول يريدون اجهاض الربيع العربي لانهم يخشون من ان يكون مقدمة نحو ولادة مشروع تحروري في الشرق الاوسط يهدد اسرائيل ويدر بالمصالح الغربية والامريكية والتدوينة الاخيرة اعتقد ان هذه كانت تدوينة الاخيرة في محل عرض هذا فيلم زي شكرا جزيلا عمر حسن قربما اعود اليك في وقت اللاحق من يدري واعود الى ضيفة فيه على السوديو الدكتور عسام عبد الشافي وننطلق من هذه النقطة وهي انه السيسي حينما قام بانقلابه العسكري اقترب في الواقع من وجهة النظر الاسرائيلية وخالف وجهة النظر الامريكية التي كانت ترى انه لا بد من استماح للإسلاميين بفرصة في الحكم لكن السؤال لماذا غيرت الولايات المتحدة هذا الموقف اذا كانت هي في البداية في وجهة نظر المحللين الاسرائيليين دون انها كانت في البداية لا تمانع في وصول الاخوان للسلطة انه يمكن التعايش معهم وهم اكثر اعتدالا من غيرهم وكما قالت صحيفة نيويوك تايمز من كذا شهر انه الاسلام المعتادل اذا تم الضغط عليه فلن ينتج الا اسلاما راديكاليا ستدفع اسرائيل وتدفع ولايات المتحدة ثمنه وفيما بعد لكن لماذا غيرت الولايات المتحدة موقفها؟ لا خلينا ابتداء نقول ان القول حسب ما جاء في رأي الخبراء ان الولايات المتحدة الامريكية تقبل بالاسلاميين وانها لديها استعداد للتعاون معهم الولايات المتحدة الامريكية حفاظا على مصلحتها يمكن ان تتحالف مع الشيطان هذا ابتداء ولكن هناك فارق كبير بين مصطلحين القبول بالطيارات السياسية الاسلامية هو ترويد هذه الطيارات وهذا ما سعت اليه الولايات المتحدة الامريكية هو ترويد الطيارات السياسية المعتدل لانه منذ عام حتى تتضح الصورة للجميع الولايات المتحدة الامريكية منذ عام 1991 وبعد اسقاط الاتحاد السوفيتي وهي ظهرت عدة كتابات لعدد كبير من المفكرين للبحث عن عدوان جديد واصبحها ظهرة في التحليلات السياسية وفي الكتابات السياسية مفهوم الخطر الأخطى وهو الإسلام وبالتالي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية خطتها الاستراتيجية للعشرين عاما أو الثلاثين عاما القادمة على التخلص من كل الطيارات السياسية أو الإسلام ما يطلق عليه في الولايات المتحدة الإسلام السياسي أو النشطين أو الجماعات المنظمة ولكن ابتداء قسمت الأمر على مرحلتين كبيرتين المرحلة الأولى تبدأ من 1991 وحتى عام 2005 وفيها كان الهدف الرئيس هو القضاء على الطيارات السياسية ذات المرجعية الإسلامية الراديكالية أو التي تصفها في الراديكالية والتي أطلقت عليها مصطلح الحرب الدولية ضد الإرهاب وبالتالي كان استخدام كل الوسائل وكل الأساليب بما فيها التدخل العسكري المباشر كما حدث في أفغانستان وكما حدث في العراق ثم بعد 2005 ظهرت عندنا عدة مبادرات مبادرة كل المباول في 2002 ثم مبادرة الشرق الأوسط الكبير في 2004 وكان الهدف الرئيس منها هو تفكيك بنية التنظيمات السياسية الإسلامية المعتدل بدليل القول أيضا ملاحظة مهمة أن القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بالإسلاميين غير صحيح لأن الولايات المتحدة الأمريكية بابتداء كان هناك انتخابات في 2006 في فلسطين وفازت بها حماس وهذه الانتخابات أشاد الجميع بنزهاتها ماركس كارتر نفسه أشرف على هذه الانتخابات وأشاد بنزهاتها وأشاد بحياداتها وأشاد بكل المعايير أنها توفرت فيها كل معايير ولا ولكن لم تقبل الولايات المتحدة الأمريكية بالنتيجة الولايات المتحدة أيضا القول بأنها تقبل بالإسلامين غير صحيح والنتيجة الخبرة المصرية أفرزت أكدت ذلك الولايات المتحدة بعد 2011 بعد يناير 2011 تدرك تماما أن الإخوان المسلمين هم التنظيم الأقوى والأكثر فعالية والأكثر منتشارا والأكثر قدرة على الحجد في المجتمع المصر وبالتالي أي استحقاق انتخابي ستكون النتيجة شبه محسومة لإخوان المسلمين أي أن كانت نسبة الحسب ولكن رغم هذا لم تقبل بهذا الأمر بدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الفاعل رقم واحد في التحرك لدعم الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو 2013 وبالتالي فكرة القبول بالإسلاميين مرضوط عليها الولايات المتحدة لا يمكن أن تقبل بالإسلاميين لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل مع الإسلاميين سياسيين بصورة خاصة ومع الإسلام ككل باعتباره الخطر الأكبر الذي يمكن أن يهدد ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية ولكن يهدد الحضارة الغربية برمته وأعتقد أن الحديث عن نظرية صدام الحضارات ليس بعيد الحديث عن نهاية التاريخ هم عارف الفيلم فبالتالي فكرة القبول عليها عدة تحفظات طيب أكمل عندي ملاحظة مهمة جدا القبول الآن الحديث عن استكمل عدة الملاحظات التي أشرت إليها فيما يتعلق بموقفهم من السياسيين ودعمهم له الرجل كما ذكرت لحضرتك اعتبر حماس جماعة إرهابية وهذا يصبح في صلح إسرائيل الرجل اعتبر حماس العدو الاستراتيجي وهذا يصبح في صلح إسرائيل الرجل قام بإغلاق المعابر وهذا يصبح بما يؤدي إلى التضييق على أهلنا في غزة وهذا يصبح في صلح إسرائيل الرجل قام جيشه بما أسماه تدمير الأنفاق وهذه الأنفاق بالأساس تم وتدمير الأنفاق كان بيحدث في عهد الرئيس لا قبل ذلك لا خلينا نحط هنا خط هنا لأن تدمير الأنفاق فهد مرسي هم ذكروا أن الجيش هو الذي يتولى أمر سيناء وبالتالي لا نفق يبنى أو يضمر إلا بمعرفة الجيش المصري نعود مرة أخرى إلى ضيفي من الناصرة الأساد وائل عواد المختص في الشؤون الإسرائيلية أساد وائل هل وجهة النظر الإسرائيلية هذه تغيرت الآن اللي احنا شفناها في الفيلم هل ده تغير بعد صعود داعش في العراق وفي سوريا وبعد ما قيل أنه انحصار الإسلام المعتدل اللي هو تمثله الإخوان المسلمين والطيارات الإسلام الوسطي سيدفع بالضرورة إلى أن يصعد الإسلام الراديكالي المتشدد في رأيهم العنيف في رأيهم زي القاعدة وزي داعش نعم إسرائيل بدون شك ترى بأنه بين كسين الإخوان المسلمين أخف الضررين عليها يعني هي بالأساس بدون شك لم تكن تريد إسلاميين في الحكوم ولكن لما أتى الداعش والمتشددين الذين نرى فيديوهات مقززة لما يفعلون طرع بأنه إخوان المسلمين ولا داعش بدون شك ولكن من المهم أن نوضح بأن إسرائيل في ورطة لا تكون موقفها وهناك موقف رمادي وهناك تفاوت ليس لأنها لا تعرف ماذا تريد إنما لأن كل موقف تقوله إسرائيل تخاف من ردة فعل عكسية يعني لو أنها قالت مثلا في ثورة يوليو بأنها أو تدخلت مثلا فهذا سيكون للناس أنظروا إسرائيل مع نظام مبارك إذن هيا لنسرع لإسقاط هذا النظام وإذا وقفت محايدة فهذا معناه بأنها تريد للنظام أن يسقط إذا قالت مبروك للسيسي فهذا معناه أنها السيسي مع إسرائيل وإذا لم تقل مبروك للسيسي فمعناها بأنها هناك خلاف يعني الفارق بين القيادة المصرية وبين الشعب المصري يجعل إسرائيل كل موقف تتخذه مشكلة يعني إن كانت إسرائيل الآن أنا مع الإسلاميين المعتدلين الإخوان فهذا معناه بأن الإخوان في مشكلة يا الله أصحاب إسرائيل صاروا لذلك أعتقد بأن الإسرائيل بين قوسين ما هو التقدير بعيدا عما يقال في وسائل الإعلام لكن ما هو التقدير في رأيك باعتبارك مختصف الشأن الإسرائيلي ما هو تقديرهم الآن ألم يكن الأفضل لهم أن هم يتعايشوا مع التجربة الإسلامية زي ما تعايش الأمريكيين وزي ما تعايش دولة المتحدة مع تجارب كثيرة أمريكا اللاتينية كلها صارت حمراء بين عشية وضحاها وهي الأديولوجية التي ظلت الولايات المتحدة تحاربها عقودا أثناء الحرب الباردة بدون شك من الأفضل لها أن تبقى مع إسلامي معتدل مع الإخوان المسلمين أصلا تصريحات إسرائيلية كل الوقت قلقة من أن مثلا داعش تقترب من الحدود الإسرائيلية السورية وهي كثير من المرات ذهبت إلى هناك أمس فقط ذهبت وقصفت كوى المعارضة في سوريا لأنها تعتبر بأنهم خطر على إسرائيل أصلا هي ممكن أن تتحدث أو تتصالح لربما مع حماس مثلا أو تصل إلى هدنة معها ولكن دائما مشكلة معها مثلا مع الجهاد الإسلامي لأنهم أكثر حدة من حماس ولربما تصريحاتهم على الأقل نارية أكثر طيب هل تعتقد إسرائيل أن بوسها الأنظمة في الشرق الأوسط القضاء على الإسلام السياسي؟ سمك أعتقد أنها دائما تحاول دعم الليبرالية ضد الإسلام السياسي ولكن بعد ما حدث هي تعرف أنها لا تستطيع القضاء كليا لذلك أظنها فرحت في خروج أو في صعود السيسي وفي إسقاط النظام نظام الإخواء المسلمين لأنها رأت عودة إلى السيناريو الذي قبل الإخواء المسلمين الذي كان أفضل لها هي تدعم دائما وربما هذا أحد أسرار عدم تدخلها المباشر في سوريا أرجو أن تبقى معي لا تريد التقويت أرجو أن تبقى معي أستاذ والعواد معي أيضا عبر الهاتف من العاصمة الأمريكية واشنطن دكتور نبيل مخايل أستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج واشنطن إسرائيل تقول أنها تفاجأت أو هؤلاء المخبراء في الفيلم بيقول أن الإسرائيل تفاجأت بثورة يناير وأنه بتقول أن أمريكا كانت تدفع وتدعم وصول الإخوان إلى الحكم هل صحيح أن الولايات المتحدة تريدوا الإسلام السياسي أن يحكم في الشرق الأوسط؟ لا يعني ده موضوع طويل جدا يعني يحتاج إلى حلقات وساعة النقاش باختصار أمريكا تحاول أن تقيم توازن يعني ده أسلوب أمريكا في التعامل مع قضايا عديدة الصراع العربي الإسرائيلي بشقه طبعا الفلسطيني الصراعات الطائفية سنة شيعة العلاقات الطائفية في حين مستمين بس المشكلة أن أمريكا تفشل في إقامة توازن فلما حصلت الثورات وثورات تغيير اجتماعي والقياسي مهم أمريكا حاول أن تقيم نوع من التوازن بالانس، الكوليبريان ماذاين السيارات المعارضة مثلا نظام حسن موارك في مصر أو بن علي في سونس والطائرات السياسية بس أمريكا ما أدتش هذا الدور بنجاح لعوامل كثيرة منها تطورات المواقف ناسها في الدول اللي حصلت فيها الربيع العرب فدي نقطة مهمة أنه لك تحاول إقامة توازن لكن تفشل فيها لكنها فشلت في إقامة هذا التوازن هل كان المعادلة الأفضل للولايات المتحدة أن الجيش والإخوان يكونوا في معسكر واحد أم لا دا كان معادلة كارثية بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لإسرائيل دا سؤال صعب جدا لأن يعني العلاقة مخصوبة ريتش غير في سنة واحدة يمكن الحقيقة مفروض يعني يبقى في نوع من الريسيرش أو البحث أكتر منه بس المشكلة أن أمريكا خافت أن يبقى فيه نوع من الاستقطاع في الحاسية يؤثر حتى على العلاقات مدين مصر وأمريكا يعني كل شوية أمريكا هتقول له مصر اعملي كده حفظي على العلاقة مدين الإخوان وقاف المسلحة وبعدين العلاقة طبع فأمريكا بتطالب حاجة مش هتقدر القوات السياسية في المصرية والمصرية العسلية تحققها فده هو القضية الخطير إن أمريكا نفسها فشلت في إن هي تأذي نصيحة لمصر والنصيحة بتاعتها ما كانتش قابلة للصديق فعلشان كده أمريكا قالت طب إيه مخرج للأزمة لو الجيش وصل حنشوف إيه اللي حيحصل في نفس الوقت فنرفع ترابطنا برضو أوضينا بعض النسؤولين المصرين إن أخبرنا فيهم الرئيسي في نفسه إن أمريكا حاولت تأجل تغيير نظام الحكم وتغيير حكومة محمد مورتي فده برضو فشل في إقامة التوازن طب أيهما أيهما أقل تحديا للولايات المتحدة والإسرائيل إسلام سياسي أو أكثر تحديا أيهما أكثر تحديا إسلام سياسي يحاول أن يصل إلى الحكم بالطرق السلمية أم إسلام راديكالي يحاول أن يقلب نظام الحكم على طريقة داعش لا طبعا يعني ده مش يعني ده ببه سؤال كل الأسئلة بيئة أسئلة إكاديمية وصعبة وعايزة بحث لكن لو فيه إجابة سريعة تفتح مجال للترقيب والضحف يمكن للذكر إن أمريكا طبعا تفضل أي قوة سياسية أو إسرائيلية أو غير سياسية تصل إلى نظام الحكم عن طريق أسلوب دستوري لكن في الواقع وجهة النظر الإسرائيلية حسب الفيلم اللي إحنا زيناك قبل قليل إنه التعامل مع الإرهاب أقل ضررا وأقل لكلفة من التعامل مع نظام سياسي أو جماعة سياسية تحاول أن تفرض أجندة الإسلام على الشرق الأوسط على المدى البعيد وبسهولة ويسر زي الميا من تحت التبني كده يعني يعني أنا في الوقت ما شابتش الفيلم وأنا كنت مفروض أكون معاكم في الاستودي بس بسبب عطل فني في استوديهات الجديدة فاشنطن تعذر هذا أقدر أقول إن إسرائيل أيضا صجئت في تغييرات ثورة يناير وكانت في موقف حيرة زي أمريكا فيمكن إذا فيه اختيارات سريعة أي قوى نطبلها تصل إلى الحكم لكن في الأمد الطويل لا أمريكا ولا إسرائيل كانوا قادرين على تغيير الموقف ومعصر كان فيه قوى تغييرتها وظهر الصراع الجماهيري ومؤسسي وأمريكا بيش تقدم أي مبادرة نفسها في مصر حتى السفيرة الأمريكية لما قادر القوات المسلحة أجل شوية الإطاحة بحكومة دكتور محمد أورتي ما كانش حد ما حدش التزم بهذه النطيحة فأنت تجد عجز أمريكي حتى لو فيه تصورات أو تروحات لأن مثلا إسرائيل أو أمريكا تقدر هذه القوة أشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل ميخايل البحث في العلوم السياسية كان معنا من واشنطن وأعود إلى ضيفي عفوا في الستوديو مرة أخرى الدكتور سامة عبد الشافي بعد صعود داعش وطبعا هناك من يقول أن ما يجري في العراق هو ثورة سنية لكن داعش هي الأعلام يركز عليه لكن صعود الأسلوب الآخر في التغيير هو التغيير بالقوة بدون مساعدة غربي يعني مش زي ليبيا حصل تغيير بالقوة بس بمساعدة غربي هل يمكن أن يجعل هذه القوة سواء إسرائيل أو أولاد المتحدة تعيد النظر في المسار الذي يسير في الشرق الأوسط الآن؟ لا أعتقد ذلك الابتداء لأن داعش عليها عشرات التحفظات أعتقد أنه لا يوجد طيار سياسي من الطيارات السياسية المعارضة في سوريا الآن إلا وهو يعاني أو يشهد حالات من حالات الاختراق الأمن والمخابرات وتعبس به أجهزة المخابرات الخارجية بكل شكل مشكل فداعش لا أعتقد أنها تمددت مثل هذا التمدد لأنها لم تحقق نجاحا يحسب في مواجهة النظام السوري وبالتالي تمددها في العراق أكيد يقف خلفه عديد من التفسيرات الأخرى من بينها دور الأجهزة المخابراتية في دعمها القول بأن داعش والخوف من داعش أو تحدي داعش يمكن أن يدفع إسرائيل بالقبول بالإخوان المسلمين أعتقد أن هذه الرؤية إلى حد ما عليها عدة تحفظات لأن إسرائيل ترى أنها يمكن أن تواجه داعش سواء من خلال التفكيك أو تشويه الصورة أو خلط الأوراق واستخدامها كأداة ابتداء ثانيا أنها ترى أنها الآن ترى أنها تملك القدرة على مواجهة الإخوان المسلمين وتحجيم دورها لماذا؟ لأنها لديها دولة مؤسسة عسكرية موالية لإسرائيل في الداخل المصري اثنين لديها دولة عميقة موالية لإسرائيل في الداخل المصري ثلاثة لديها عدد من القوى الإقليمية الفاعلة والنافذة التي تقف في صفها في مواجهة الإخوان المسلمين أقل من دقيقة إذا كانت هناك مجال القول بأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يمكنها مهما طال الزمن أن تقضي على الطيرات السياسية ذات المرجعية الإسلامية وخاصة المعتدل منها أعتقد أنه أمر شبه مستحيل لأن هذه الطيرات وتلك الجماعات هي أحد مكونات هذه الشعوب ولا يمكن الفصل بينها بأي حال من الأحوال وبين هذا المكونات هم يعلمون أن التغيير سيحدث والتغيير قادم نعم محاولة الترويض ومحاولة التأخير ومحاولة شق الصفوف لأن هناك ما هو أخطر والأسف ما لا يدركه الكثيرون الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1990 وهي تتبنى استراتيجية لتفتيت الجيوش الوطنية ذات العقيدة القتالية المتميزة بدأتها بالعراق اتجهت إلى الجزائر في التسعينيات ثم سوريا ثم مصر الآن الأخطر ما يتم رسمه الآن في إعادة تشكيل بنية المنطقة العربية وإعادة تقسيمها وفق أسس جديدة طيب أعود مرة أخرى لضيفي من الناصرة أستاذ واي العواد الخبير في الشؤون الإسرائيلية كيف تتصور طبيعة العلاقة بين المؤسسة الحاكمة في مصر المؤسسة العسكرية وبين إسرائيل في المرحلة المقبلة هل تبقى من الواضح أنها علاقات جيدة وممتازة هل هناك ما يمكن أن يعكر صفوات هذه العلاقات لا أعتقد ذلك أعتقد أن العلاقات ستسداد وثاقة العلاقات طبعا هي مركبة هناك علاقات تعلق في الحدود هاي كمان نظام الإخوان المسلمين ما أثر فيها كثير هناك علاقات مهمة جدا بالنسبة لإسرائيل تتعلق في غزة النظام الإخوان المسلمين فتح المعابر غض الطرف أحيانا عن الأنفاق الكوى الجديدة أغلقت الأنفاق أغلقت المعابر تتصرف بكوة أكبر بالتالي هي تماما تماما حسب التوصية الإسرائيلية لذلك أعتقد أن العلاقة الودية ستصبح معصولة أكثر خلال الفترة القادمة أشكرا شكرا جزيلا وعي العواد من النصرة الخبير في الشؤون الإسرائيلي وأشكرا ضيفي في الستوديو الدكتور عصام عبد الشافي وستدر العلوم الساسية وضيفي عبر الهاتف من واشنطن الدكتور نبيل مخايل وستدر العلوم الساسية في جامعة جورج واشنطن ومازلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفصل البرازيل تلتقي بتشيلي وهولندا تصدم بالمكسيك في دور الستة عشر ومباريات الليلة حددت معالم المجموعتين الثالثة والرابعة بعد خروج إيطاليا أمام الأوروبوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر